استقبل سمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حافظه الله وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون شباب بالوكالة خالد الرضان ووكيل وزارة الدولة لشؤون شباب الشيخ الزين الصباح وعدد من المسؤولين بوزارة الشباب حيث قدموا لسموه هدية تذكارية بمناسبة فوز الكويت بجائزة التميز والإبداع الشبابي واختيارها عاصمة للشباب العربي لعام 2017 وقد أشاد سموه حافظه الله بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الشباب في إعطاء الفرصة للشباب وتشجيعهم على تعزيز الهوية العربية لهم مؤكدا سموه على ضرورة استثمار الطاقات في تحقيق التنمية المستدامة بجميع اتجاهاتها متمنيا لهم كل التوفيق والسداد